قررت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس نواب دعوة وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم للحضور للجنة الشهر المقبل لإداء رأيه في مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص استئناف الجنايات المقدم من المستشار بهائدين أبو شقا رئيس اللجنة وسبق قرار اللجنة صدام بين النواب وممثل وزارة العدل المستشار هيثم البقلي الذي أكد رفض الحكومة لمشروع القانون وهو ما رفضه النواب فأنهى رئيس اللجنة النقاش بينهما بدعوة وزير العدل لإبداء رأيه في مشروع القانون دكتورة سماء ربما يعني مؤخرا بدأنا نجد أن هناك شد وجذب بين السلطتين السلطة الرقبية والتنفيذية يعني برأيك هذه الحالة برأيك هل هي حالة إيجابية أم لا الحالة إحنا انتظرنا هذه الحالة من فترة يعني منذ أن مارسل البرلمان أو مجلس النواب دوره لكن في بداية هذه الدورة كان فيه كلمة يعني كلنا استمعنا إليها من رئيس البرلمان أن البرلمان هيقوم بدوره الرقابي على السلطة التنفيذية وهيراكب عمل الحكومة والحقيقة هو ده المنتظر منه هو ده أساسا عمله الأساسي عايز أقول أن ما يحدث حدث اليوم في البرلمان هو كان شيء متوقع أن بالفعل بدأ البرلمان يقوم بدوره الرقابي وأنه هو فعلا يعني يفند القوانين اللي بتعرض أمامه ومن ثم لأنه هو أصبح مدركا تماما أن الشعب بينتظر منه الدور اللي بالفعل سيد رئيس البرلمان وعد به وهو مراقبة أيضا أداء الحكومة في المقام الأول مراقبة أداء الحكومة وبالتالي عدم تمرير أي قانون لا يحقق المصلحة العامة للمواطنين بشكل عام فإحنا الحقيقة في هذه الدورة أنا أتوقع إحنا هنجد نوع من الدور للبرلمان بشكل جيد واللي هيصبح في النهاية في مصلحة المواطنين